اشتركوا في القناة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتي اثبتت التزام كلا البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وعكست العزم على تحقيق الاهداف التي تم وضعها واشار معالي سيد عبدالله شاهد الى ان الجانبين اتفقا على زيادة حركة السياح بين البلدين الصديقين بالاضافة الى توسيع وتكثيف التعاون في مجالات الامن الغذائي والبيئة والاتصالات والثقافة والسياحة والشباب والرياضة وسبل التعاون في مواجهة التحديات الناشئة عن تغير المناخ وأوضح معاليه ان الجانبين اتفقا على اهمية ضمان الامن البحري وحرية الملاحة في المحيط الهندي للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية التجارة الدولية لقد عبر الرئيس إبراهيم صالح عن امتنانه لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على رحابة الاستقبال وكرم الضيافة خلال هذه الزيارة لملكة البحرين والتي تشرف خلالها الرئيس صالح والسيدة عقيلته بالقيام مزيارتهم الأولى لمملكة البحرين لقد كان لقاء جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مع الرئيس إبراهيم محمد صالح لقاء هديا في أجواء طيبة وكذلك كان لقاء الرئيس صالح مع صاحب السمو ولي العاهد رئيس مجلس الوزراء ويطيب لي أن أعرب هنا عن سعادتنا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف والتي تعبر عن التزام البلدين بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بينهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر